السلام عليكم. نقدم لكم مقروض رائع و سهل مده قصير و يجي رائع هنا نخدم الكيلات سأخذ ثلاثة ثلاثة زيت ثلاثة 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 كيسة ثلاثة نضيف ملح لا تنسام فقط الزيت حتى تصفل الجنجل زيت مزيجاً جيداً لقد ستكون مغلياً و يتعلق مزيجاً يجب بفتون يرتب مزيجاً يرتب يستمر قريب العمل الزيت يجب أن نقوم باستخدام الزيت يجب أن نقوم باستخدام الزيت 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 تمر اخذت معه ميو عادي بحلاك كاس العلبة دي الجنجلان اللي حمرته من قبل سوف نخدمه هنا القرفة رانية حاطة غير ما الكاتبانش في الصورة قد تعجنوهم بزيان من احسن يكون تمر يكون سخون باش يكون يطاوعك في الخدمة ديالو سوف نستمر بها طريقة معكم بزيان حتى يدخل الجنجلان وذيك الزبدة معه سوف نضيفه على شكل الحراب الصغار كل واحده على حسب طوقة ديالو يعني السمك ديال هاد الحراب للتمر يبقى على حسب كي الناس اللي تبغي التمر يكون غالب على السميدة وكي اللي يبغي التمر يكون يعني ما يكون ش بزياف يعني التمر يكون قليل و السميدة العجينة تكون كتر من بعد ما كملت سوف نخد العجينة ديالي سميدة من بعد ما ارتاحت اهنا راني اخذت الماء و نسمتو بحث شوية المزهر يعني ما نديروش كل شي مزهر و قد ناخدو كمية قليلة أنا مشي أنا طريقة ديالي كان خلط غرب شوية بشوية ما كانعجنش سميدة كاملة نضيف حشوة طويلة نضيف حشوة طويلة نضيف حشوة طويلة نضيف حشوة الطويلة نضيف حشوة الطويلة نضيف حشو الطويلة نقوم بتطبيع المقروض 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 هنا نستمر بنفس الطريقة نرى من العجين بمعنى المقروض نضع الحرب لكم ونحطي الحفر ونقطعه لأحساب كل واحد ونقضع المقروط المقروط الصغير المقروط التونسي ولكن هذا لا يوجد طريقة مغيرة تماما المقروط هذا تقريبا يشبه المقروط الجزائري والناس دي الوجدت هما كيدروا نفس الطريقة هذه وصفة من أخت يعني من السيدة من قبيلية هي اللي اعطتني هذا الوصفة وفعلا جربتها وكانت ناجحة الناس اللي كيدوقوا يعني كيعجبهم وقاتل الوصفة دي المعتمدة دائما كندي روح تبز بدا كيعطي نتيجة بزيانة هنا راني ساليته من أحسن تخليه بحش باكيه تخليه حتي نشف عذا بش تبدو تقليه انا ديجا قليت القلية اللولة انا بغيت نعطيكم فقط فكرة رفيت ليسبق حطت نفس الفيديو غير هاد الايام مره مقدرتش نصور يعني مقدرتش نصور فيديوات خرين على حسب الوقت وكانت عندي شوية الوقت مشغولة بزاف ما ممكنش لينحط وصفات خرين وحتى بالنسبة الخياطة راها كينين فيديو وات ولكن الوقت دي المونتاج ما فيديو كما كتعرفو دي الخياطة طوال شوية في المونتاج وصعب فكان وعدكم غدي نحط فيديو هنا كما كتلاحظوا ضروري كما كديكم مبريوات ولا المقروط ولا اي حاجة من المعسلات اي حاجة غنطفوها في العسل خاصني ضروري نشفوها هنا غدي نحيد هادا كلي شرب العسل اللي ديجا راني حطيته في العسل حتى قلت تصوبت لي القلية اللوله غادي نخليه خليتو في العسل ودابا غادي نحط طوال تايت سقطر وغادي نحط الاخر لي زيت من زيت تقريبا رسالة الفيديو دي اليوم كان اعتذر لكم بزاف غادي نكون غائبة بعد ايام الاحساب رمضان مبروك عليكم رمضان وكنتمنى لكم عواشر مبروكة لكم الجميع ام المسلمة تهلا وفرسكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة